وعن سير المعارك في قضاء هيت تمكنت القوات الأمنية من استعادة منطقة القلعة وحي العمال وسط المدينة وقال رئيس مجلس القضاء محمد الهيتي إن معارك استعادة المدينة تختلف حاليا عن الأيام الماضية حيث تتم بشكل حرب شوارع وعمليات قنص وهجمات انتحارية ينفذها تنظيم داعش من جانبها ذكرت مصادر ميدانية أن القوات الأمنية فرضت كامل سيطرتها على هيت ولم يتبقى سوى حيي الجمعية والمشتل بالجهة الشمالية الشرقية للقضاء والتي لم تتم استعادتهما بسبب الألغام التي زرعها داعش